اهلا بكم في مرايا اليمن منصة تنطلق منها عدة صواريخ خطرة على أمن السعودية ودول الخليج قاطبة ليست فقط صواريخ السكد الصالحية لعلي عبدالله الصالح أو الكاتيوش الحوثية بل صواريخ من نوع آخر هي الأحزمة القاتلة والسيارات المفخخة لمن؟ للقاعدة ومشتقات القاعدة من الملفة التناغم بين النشاط القاعدة ومشتقاتها وأعني بمشتقاتها داعش أنصار الشريعة جيش عدن أبيان وغيرها هذا التناغم مع اندحار الحوثي وصالح من عدن والجنوب وكأن هذه الجماعات تتنفس التخريب وتعادي أي معادي للمعسكر الإيراني شعرت أو لم تشعر صنفت القاعدة في اليمن سابقا بوصفها أخطر مكان للشبكات الارهابية الأصولية في العالم يعني اليمن نفسها هي تعتبر حسب تصنيف عالمي أخطر مكان تتواجد فيها وتوجد فيها القاعدة بعدما فقد حزام وزيرستان القبلي بين باكستان وافغانستان هذه الميزة وظلت أسماء مثل أبو بصير الوحيشي والسعودي سعيد الشهري وغيرهما مثل سعيد العولقي اليمني هي أبرز الأسماء الخطرة في عالم ونجومية عالم الإرهاب الآن بعد عاصفة الحزم تنشط هذه الجماعات مجددا تحت عنوين أخرى ولكن لنفس الأهداف القديمة نشر الفوضى في اليمن واستهداف السعودية بالدرجة الأولى وكان لافت تتابع عمليات الاغتيال والتفجير لرموز الحكومة اليمنية الشرعية في عدن بل واستهداف قوات التحالف لدعم الشرعية ومنها طبعا القوات السعودية عاصفة الحزم التي هبت على جبال اليمن وديانه لاقتلاء شجر الزقوم الإيراني وحشائشه الصالحية هي أيضا عاصفة حزم تذر هشيم القاعدة مع الرياح أو هكذا يفترض بها لأن هدف هذا الحزم العربي هو صون الأمن وكسر العصابات وإحباط المؤامرات التي تدبر لضرب وجود العرب من خلال ضرب مقومات وأساسات الدولة السعودية كما الحوثي بفكره وعقائده وجنوده وصواريخه يمثل خطرا حالا على السعودية وأمن الجزيرة العربية قاطبة كذلك يمثل تنظيم القاعدة ومشتقاته داعش وأنصار الشريعة وجيش عدن أبيان في اليمن نفس الخطر الحوثي من يداهمه الخطر لا يهمه هوية هذا الخطر ولا لونه بقدر ما يهمه دفع الخطر عن الذات وإنهاء مصدر التهديد أكان هذا التهديد بلغة المهد اليماني إحسان بدر الدين الحوثي أو الخليفة الداعشي أو أمير المؤمنين القاعدي تعددت الأسماء والشر واحد برز تنظيم جيش عدن أبيان في 1997 جنوب اليمن بزعامة زين العابدين أبو بكر المحضار ويعتبر تنظيما متفرعا من القاعدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نشأ على إثر اندماج تنظيمي القاعدة في كل من السعودية واليمن في بدايات عام 2009 بقيادة ناصر الوحيشي ويتخذ من جنوب اليمن مقرا له جماعة أنصار الشريعة منظمة ذات نفوذ في جنوب اليمن وتشمل وحدات من جماعة متطرفة أعلن عن تأسيسها عدل العباب المنظر الديني للقاعدة في العام 2011 ومن ثم أصبحت الذراع العسكري لتنظيم القاعدة تنظيم داعش كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وهو التنظيم المسلح انتشر نفوذه في جنوب اليمن بعد إعلان القاعدة رسميا عن تشكيل تنظيم داعش في اليمن في العام 2014 يرى البعض أن هجمات القاعدة ومشتقاتها الأخيرة على رموز الحكومة والأمن في الشرعية وآخرتها محاولة تغتيال محافظ عدن ليست كلها بريئة من أصابع صالح والحوثي فهناك شق مطبوخ ومدبر منها باسم القاعدة كيف ذلك؟ نتابع منعطف أمني دخلته عدن بعد عودتها إلى الشرعية في يوليو الماضي عنف تمثل باغتيالات وهجمات انتحارية تقارير أمنية خلصت إلى أن مصادر العنف والإرهاب في عدن تتمثل بخلايا نائمة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعاون محكم مع عناصر في القاعدة زرعتها أجهزة أمن المخلوع خلال السنوات الماضية خلايا الإرهاب ظهرت علانية في حي المنصورة وعندما هاجمت الميليشيات عدن مطلع العام الماضي تجنبت استهداف الحي وبات بؤرة للمسلحين والخارجين عن القانون وساحة للاغتيالات والهجمات الانتحارية التي استهدفت عشرات الضباط والقضاء وقادة المقاومة والسياسيين مصادر قريبة من القيادة الأمنية لعدن ترى أن تصاعد وطيرة الهجمات وعمليات الخطف والقتل الأخيرة توجب سرعة تحديث الخطة الأمنية والأهم توسيع نطاقها لتشمل إلى جانب عدن محافظتي أبياً ولحج حيث مراكز التغذية للجماعات المتطرفة وخلايا الميليشيات لبرنامج مرايا زين الروابدي الآن كيف يبدو المشهد اليمني الأمني تحت ظل الشرعية وبعد ظهور خطر القاعدة إثر خطر الحوثي وصالح يبدو المشهد الأمني والعسكري اليمني أكثر تعقيداً رغم نجاح الجيش في الوصول إلى معاقل القاعدة في أبيان وشبوة والسيطرة عليهما بعد عشرة أيام من القتال وضاعف من القلق الأمني اختفاء وهروب مئات من عناصر القاعدة المسلحين إلى مناطق جبلية واحتمال تسرب البعض إلى محافظات أخرى فقد تزامنت هذه التطورات مع تزايد المخاطر على المصالح الغربية في صنعة التي تشهد منذ أيام سباقاً محموماً بين أجهزة الأمن وخلايا نائمة ربما يجري إيقاظها لتنفيذ عمليات انتقامية الضربات الأخيرة التي تلقاها تنظيم القاعدة يجعل الجميع يؤكد أن تنظيم القاعدة لن يهدى أو لن يستكيل لهذه الضربات الشيء الآخر أن هذه الضربات أيضاً لم تتمكن من بعض القيادات العليا والقيادات الخطيرة القاعدة تستطيع أن يقتلوا من يشاءوا ولكن من لا هدف من هذا القتل؟ ماذا يغيروا؟ لن يحدثوا التغيير هم يستطيعوا الهدم والذي هي قدرة فائقة في الهدم تداعيات العملية العسكرية بدأت على نطاق واسع مع تعرض موكب وزير الدفاع لكمين مسلح على الطريق بين المحفد في أبيان ومدينة عتق في شبوة واندلاع اشتباكات بين الجيش والقاعدة في محافظة البيضاء وبين الجيش وعناصر قبلية في مأرب إضافة إلى تفجير عبوة بحافلة لشروطة المنشآت في صنعاء ما يندر بموجة من الأعمال الانتقامية المحتملة للقاعدة في مناطق مختلفة كان هناك مؤشرات أولية وواضحة لدى الحكومة أن تنظيم القاعدة قد يقوم بالتسريب إلى المناطق الحضرية ومن ضمنها أمانة العاصمة يفترض أن تكون هناك خطة أمنية خاصة جاهزة تطبق لمنع مثل هذا الاختراك داخل العاصمة صنعاء وإلا فإن الأمر سوف يصبح أخطر مما هو عليه مقتل شايف الشبوان في صنعاء على أيدي قوات الأمن والذي وصفته السلطات بأنه من أخطر عناصر القاعدة كشف عن مخاطر أخرى تتمثل بمحاولة القاعدة خلط الأوراق والسعي إلى كسب القبائل أقارب الشبواني نفو صلته بالقاعدة وشن هجمات انتقامية لمقتله تمثلت بتفجير أمبوب النفط ومهاجمة مواقع عسكرية وأمنية في مأرب هناك من يعمل على هامشها يستغل هامش على أعمال خاصة ولكنهم في الأخير أشياء جانبية جدا ليست أساسية ما هو أساسي؟ هو القاعدة كمنظومة دولية تعليق أعمال السفارة الأمريكية في صنع وتقليص عدد العاملين في سفارات غربية أخرى شكل ضغطا كبيرا على السلطات الأمنية في وقت تراهن فيه على مساعدة المجتمع الدولي لها في الحرب على الإرهاب وحل مشكلاتها الاقتصادية واستكمال نقل السلطة سلميا لافت فعلا هذا التماهي وهذا التشابه بين القاعدة اليمنية ومشتقاتها كما قلنا داعش أنصار الشريعة إلى آخره وبين جماعة الحوثي التي تلقب نفسها بأنصار الله تشابه في استهداف عدو واحد هو الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي الإسلامي لدعمها بقيادة السعودية والتركيز على كره الدولة السعودية بشكل خاص واحتراف التكفير والقتل والتضليل بالمراهقين والصغار تشابهت قلوبهم وتشابكت أيديهم المضرجة بالدماء التشابه بين المتمردين في اليمن والجماعات المتطرفة يتخذ أكثر من شكل منهما يقترب من التقليد وما يرتقي إلى التنسيق تنظيم القاعدة في اليمن سلك لنفسه نهجا جديدا يحاكي نهج الحوثيين وتنظيم داعش في تفجير المنازل فوق رؤوس قاطنيها وذبح الجنود اليمنيين وهو ما قد يشي بوجود علاقة ما بين كل هذه الأطراف مجتمعة بحسب مراقبين وحتى في زنجبار وزع تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة منشورات تطالب المدنيين القريبين من المباني الحكومية بمغادرة مساكنهم مؤكدة أنها تعتزم تفجير المباني الحكومية ردا على اغتيال زعيم القاعدة جلال بلعيد وللمفارقة شهد تنظيم القاعدة انقلابا داخليا مماثلا لانقلاب الحوثيين وصالح والسبب هو إرث بلعيد إذ يتنازع شقيقه توفيق إمارة التنظيم مع أبو أنس الصنعاني وأدت الاشتباكات بين أنصار الطرفين إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في أبيان لكن هذه الخلافات حتى وإن حدثت فلم تطغى عليها حقيقة أهمة كشفت عنها مصادر في حضر موت وهي أن بلعيد كان زعيما للقاعدة لكنه كان يملك تأثيرا على أنصار الشريعة بل وتبنى في وقت من الأوقات عمليات لتنظيم داعش وتثبت هذه الشواهد مجتمعة حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية من أجل فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد ومواجهة خطر الجماعات المتطرفة والمتمردين في آن معا خاصة وأن هذه الجماعات لا تتوانى عن التمدد في المحافظات الجنوبية والشرقية وتهديد الشرعية في عاصمتها المؤقتة عدنة لا نقول أن القاعدة أو داعش هي من صنع المخابرات الصالحية أو الإيرانية أو الأسدية أو الروسية وفقط لا هي في المقام الأول منتجات فكرية اجتماعية وأمنية شوهاء ولدتها عيوب تربوية ومفاهيم مضللة هذا بالدرجة الأولى لكن مع هذا الغليان السياسي والفوض العارمة في المنطقة أخذ بالاعتبار جهالة أبناء القاعدة وداعش بالتاريخ والسياسة يجعل من المقبول والمعقول وجود بصمات ما لأجهزة ضلماء احترفت المؤامرات وبعض الوقاع أصلا أثبتت ذلك بشكل صريح يبقى أن المهم هو نتيجة أعمال القاعدة وداعش في اليمن ونتيجتها مدمرة وموجهة للحكومة الشرعية ولقوات التحالف ولمصالح العرب والسعودية تماما مثل ما تفعل ميليشيا الحوثي قال الحارث بن حلزة في معلقته أجمعوا أمرهم عشاءا فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مجيب ومن مناد ومن تصها لخيل خلال ذاك رغاء إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى